من المواقع المحلية موجة نزوح تشهدها مدن الحديدة خوفا من قصف الحوثيين موجة الربيع العربي الثانية أشد غضبا من أخبارنا المنوعة رجل في الثمانين من عمره يفي بوعده لوالدته بالتخرج من الجامعة أهلا بكم شهدت بعض المناطق والمديريات بمحافظة الحديدة موجة نزوح من الأهالي خوفا من الاستهدافات المتواصلة للحوثيين على مساكنهم ومزارعهم منذ بداية الهدنة الأممية ووفقا لموقع يمن مونتر موجة نزوح تشهدها مدن الحديدة خوفا من قصف الحوثيين لمنازلهم وفقا للموقع فقد رصدت كاميرا ألوية العمالقة تابعة للجيش اليمني موجة نزوح كبيرة لأهالي حي منظر بمديرية الحوك بالمحافظة عقب تدمير الحوثيين لمنازلهم واضطر الأهالي في حي منظر لترك منازلهم بعد قصفها وتدميرها من قبل الحوثيين بقذائف المدفعية حاملين معهم بعض أمتعتهم وحاجتهم الرئيسية بحثا عن مكان أكثر أمانا وفي أكتوبر تشرين الأول المنصرم أنشأت لجنة المراقبة الأممية خمسة نقاط مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار على طول الخطوط الأممية لمدينة الحديدة طالب الصيادون في مديرية الخوخة الساحلية الحكومة اليمنية والتحالف بتمكينهم من ممارسة الصيد في البحر الأحمر والكث عن استهدافهم والتحقيق في عمليات استهداف سابقة تعرضوا لها وأودت بحياة العشرات منهم وعنون موقع المصدر أونلاين صيادو الخوخة يطالبون الحكومة والتحالف بتمكينهم من ممارسة عملهم في البحر والكث عن استهدافهم وفي رسالة طويلة وجهها الصيادون للحكومة والتحالف وحصل المصدر أونلاين على نسخة منها شكى الصيادون لاستهداف المتواصل لهم من البوارج الحربية والمقاتلات التي جعلت الاستيادة في المياه اليمنية مخاطرة غير مأمونة وسردت الرسالة تعرض الصيادين لعمليات قصف متعمدة خلال السنوات الماضية أدت لمقتل وإصابة أكثر من مئة صياد وتركت آخرين معاقين لا يقدرون على الحركة كما طلبوا بتمكينهم من الاستياد في جزر أرخبيل حنيش باعتباره المكان الوحيد الصالح للصيد مع دخول موسم الرياح في العام 2015 عمل تنظيم داعش على إلغاء التعامل بالعملات المالية في مناطق سيطرته وأقدم هذا التنظيم على سك عمولات خاصة به لم تصمد طويلا وتحولت إلى حالة تنذر أو حالة تندر بعد أربع سنوات من ذلك تدرس ميليشيا الحوثي ذات الأمر وتضع عملة خاصة بها ضمن خيارتها دون إدراك لما يعني ذلك الباحث في أشؤون الوصرفية ياسر المقطري يكتب عن الخيارات التي يمكن أن تقدم عليها الميليشيا في صنعاء مضيفا في مقال نشره المشاهد نيت يشكل الإجراء الجديد المتبع من قبل سلطات صنعاء ضغطا كبيرا في الإقبال على شراء العملات الأجنبية وتحويل ما لديهم من عملات جديدة إلى عملات أجنبية خروبا من المصادرة أو تحويلها إلى نقد إلكتروني غير مضمون وستزيد أسعار الصرف وتؤثر بدورها على أسعار السلع واستمرار تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم واتساع رقعة الأزمة الإنسانية في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر في وسط المجتمع الذي يعاني من التمزيق الجغرافي والتشر استمرار تذبذ بأسعار الصرف والقرارات الارتجالية يعني استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي وحشر القطاع المصرفي والقطاع الخاص بشكل أكبر في الصراع وهذا ما سينعكس على أدائه الذي يعاني بالأصل منذ الطلقة الأولى للحرب المستعرة إلى أين ستأول تلك الإجراءات؟ الطبعة القديمة لن تدوم طويلاً بمقابل تزايد حجم المتلف منها سنوياً وتوقف طباعتها فبالتالي فلا خيارات كثيرة أمام سلطات صنعاء سوى خيارين إما أنها تطبع بطريقتها الخاصة وهذا غير وارد لأن ما ستطبعه لن يكون مقبولاً على الإطلاق في الوسط المالي سواء كأفراد أو شركات وسيشكل مجازفة غير محسوبة العواقب أو أنها ستلجأ إلى فرض العملة الإلكترونية كأمر واقع ولن يجدي ذلك نفعاً في الوقت القريب على الأقل في ظل عدم الثقة التي تنتاب الجميع في حفظ مدخراتهم في عملة غير مضمونة وبالتالي سيكون النجاح محدوداً للغاية ويظل الخيار المتاح للجميع هو توحيد قرارات السياسة النقدية وفقاً لتفاهمات اتفاقية السويد وتحديد القطاع المالي والمصرفي من الصراع والقبول بالطبعة الجديدة في صفقة تسوية للملف الاقتصادي برمته والخروج من تلك التعقيدات والإجراءات المتضاربة التي تصب في تدمير الاقتصاد المحلي ومقدراته لم يعد ملف حرب اليمن في صدارة عنوين الأخبار الإقليمية والدولية رغم استمرار معاناة سكان البلاد منذ سنوات خصوصاً معاناة النازحين من مناطق سكانهم إلى صنعاء أو مراكز المحافظات الأخرى دي دبلية عربية زهرت بعض النازحين في صنعاء وعنونة حرب اليمن تراجع العمليات العسكرية وزيادة معاناة النازحين وتسرد محررة في الموقع واحدة من القصص التي يعيشها النازحون فقد تحولت العديد من الدكاكين من محالة مفترضة للبيع والشراء إلى مساكنة للنازحين كما هو الحال بالنسبة لأسرة مروى وهي أم لثلاثة أطفال نزحت من منطقة الحوبان في تعز وقسمت المحلة لثلاثة أجزاء وهي مطبخ ودورة مياه وما تبقى للجلوس والنوم وتقول الديد بلي عربية أنه لا يوجد لدينا سوى أو تقول لهذه الصحيفة لا يوجد لدينا سوى بطانية واحدة حصلنا عليها من أحد الجيران وتستخدم لتدفئة الأم وزوجها وأطفالها الثلاثة اللجوء إلى المحال يأتي مع حلول الشتاء وفي ظل أجواء البرد القارس بعد أن كان جزءا من هذه الأسر يسكن في بعض الأرصفة في وقت لا يزال فيه آخرون في العراء كما هو الحال بأسرة صالح عبده الذي يجلس مع زوجته وطفلتي أسفل جسر كينتاكي الواقع في قلبي صنعاء يقول للموقع الألماني معنا بطانية واحدة نتدفأ بها ونعيش تحت الكبري الكتابة النظيفة تحت هذا العنوان كتب فواز حداد ما قاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا ليس هناك كتابة نظيفة وإذا افترضنا وجودها ولو كان مستبعدا فلابد أن جهلنا أوحى إلينا بهذا الخاطر النظيف وهو أمر مضلل لو استفحل فقد تظن دوائر مسؤولة توافر هذا النوع من الكتابة فيطالبون بالمزيد منها وبلا شك سيطالبون أيضا بتنظيف الكتابة من الغايات المشبوخة والأهداف المشكوك فيها إلى حد تعقب النوايا عادة تطلع دوائر معروفة في الدولة الشمولية بهذه المهام والبحث أيضا فيما يطرأ من أنواع على شاكلتها تؤثر في استقرار المجتمع فالرقابة لا تكفي ولابد من تشكيل هيئة ثقافية صلاحيتها تتعدى الظاهر إلى الباطن تعمل على تعقيم الكتابة بالقضاء على العابثين بها بشن حملات على رأسها أدباء ومثقفون يثرثرون بالإنسانية وتجنيب الوطن من الويلات ما الذي جعل الكتابة الحقيقية صادمة وغالبا تصادمية يهيمن مناخ من الفساد والإجرام على المنطقة تحت رعاية دول إقليمية وكبرى تشكل حماية لأنظمة مختلفة الفساد سندها الوحيد لا تخفي عدم مبالاتها بالبشر والاستهانة بحاجاته محتياجاتهم وعدم الإصغاء إلى مطالبهم بالعدالة ليس بلا سبب هذه الأنظمة باتت لا أكثر من عملاء تسهل للدول السيطرة على مقدراتها كدول فقيرة باستنزاف أراضيها وثرواتها وموقعها الجغرافي فكان الفساد النعمة الكبرى لاستمرارية هذه الأنظمة وتشجيعها على تكديس المال في بنوك الغرب الآمنة هذه البلاد ليست بخير فلماذا تكون الكتابة بخير؟ إذا كان عالمنا يغص بأنثلة عن احتقار الشعوب تنحو إلى إلغاء البشر من حسبانهم واعتبارهم مواد إن لم يطالها السحق فالحرق لو اعترضت غاياتهم المشؤومة فهل يجوز أن تكون الكتابة الحقيقية نظيفة؟ يرزح البشر تحت سيطرة أنظمة بحماية منظومات كبرى لا تخفي رغبتها في الاستيلاء على مقدرات الدول الصغيرة وإلا ما الذي يفسر وجود أمثال ترامب وبوتين والكوري كينغونغون والثناء الأسد والسيسي يعيش اليمن على وقع أزمة خانقة أصبت القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام وعطلت المصالح اليومية للمواطنين بعد قيام الحوثيين بحملات مكثفة لمنع تداول العملة اليمنية الورقية المطبوعة ونصب نقاط تفتيش في مداخل المناطق التي يسيطرون عليها لمصادرتها من المواطنين القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية ووفقا لصحيفة العرب الجديد التي عنوانت أزمة نقدية تضرب اليمن حرب مالية تشل حياة المواطنين يشكو مواطنون وتجار وصيارف من مصادرة مبالغ كبيرة والتوقف عن تداول العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة لها ما أدى إلى أزمة سيولة خانقة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين خاصة في ظل اندثار فئات عدة من العملة القديمة والسخدام التالف من الأوراق النقدية التي كانت معدة للإتلاف ويعتبر الحوثيون أن حيازة النقود المطبوعة يعد إضرارا جسيما بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا بينما يقول البنك المركزي في عدن أن هناك مخطط للحوثيين بهدف الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وفي ظل الحرب المالية المتبادلة بين الحوثيين والمصرف المركزي في عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة توقفت المحال التجارية وشركات الصرافة ووسائل النقل والمستشفيات ومختلف قطاعات الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين عن استقبال العملة المطبوعة من جميع الفئات والتعامل بها الحراك من الوطن المؤقت إلى الدائم تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي ما قاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا أسوأ ما يمكن أن يحدث للأوطان أن يعتبرها سياسيها أو أكثرهم أوطانا مؤقتة وليست مقرا دائما يحمل رائحة الآباء والأجداد وتتوسد بعد وقت أجسادهم ترابها يبدو أن الظاهرة المؤقتة للمواطنة هي السمة التي تنتشر في أوطان الاضطراب العربية المواطنة وتحديد مفهومها أصبح مثارا في المجتمعات الغربية الراسيخة في الممارسة الديمقراطية ففي أكتوبر 2016 بعد وصول السيدة تريزاماي إلى السلطة قالت في خطابها كثيرون يعتقدون أن العالم يعمل بشكل جيد لقلة مرفهة لكننا نحتاج إلى أن نقاوم ذلك نحتاج إلى إحياء روح المواطنة فالمواطنة هي التزام للنساء والرجال الذين يعيشون حولك اليوم كثير من أهل النفوذي تصرفون على أن ما يجمعهم مع النخبة العالمية أكثر مما يجمعهم مع مواطنهم في نفس الشارع فإن كنت تظن أنك مواطن عالمي فأنت لا تفهم معنى المواطنة تلك المقولة تعبر أيضا عن ظاهرة عالمية أصابتنا نحن العرب فبالجانب الهجرة الهائلة التي أرغمت ملايين العرب على ترك أوطانهم هناك هجرة أخرى يقل الحديث عنها وخاصة في أوساط النخب التي جاءت إلى الحكم في الأوطان المضطربة أو التي على شفال الطراب وهي ما يمكن تسميته بالهجرة الأخلاقية التي تجعل الوطن يتحول من مكان عزيز بأرضه وأهله إلى مزرعة تنتج بعض الخير الشخصي للفرد ذاك ولا يهم أن بنيت مؤسسات أو مصحات أو طرق حتى وصول الكهرباء لمدنه وقراح فالبديل لتلك النخب جاهز والمال المنهوب في الوطن يرقد في البنوك الخارجية ومتى ما توافرت الفرصة فأنت مواطن في دولة أخرى في جولتنا بين الصحافة البريطانية نطالع من صحيفة الگارديان مقتطفات من افتتاحيتها التي نشرت بعنوان موجة الربيع العربي الثانية أشد غضباً تقول الصحيفة أن أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط من الشباب الذين تقلوا أعمارهم عن 30 عام يشعرون بالإحباط والغضب من فساد الطبقة الحاكمة والتدخل الأجنبي وسيطرة الجيش على الحياة اليومية وشؤونها تضيف الصحيفة منذ نحو عشر سنوات أدت هذه العوامل ذاتها إلى خروج مئات الألاف من الشباب للتظاهر فيما أصبح يعرف باحتجاجات الربيع العربي والآن عاد المتظاهرون إلى الميادين أكثر حكمة ولكن أيضاً أشد غضباً تضيف أن الاحتجاجات الآن في دول كانت على هامش الموجة الأولى من احتجاجات الربيع العربي ففي الموجة الأولى كانت تونس ومصر وليبيا وسوريا والمغرب والبحرين والآن العراق والجزائر ولبنان ترى الصحيفة أن لبنان والعراق على وجه الخصوص يمثلان خطراً لأن الاحتجاجات تمثل تحدياً لنفوذ إيران في مؤسساتهما السياسية فطهران لا ترغب في أن يقل نفوذها في المنطقة وتعتقد الصحيفة أنه خلال الفترة المقبلة ستصاعد إيران من ضغوطها على الدول التي تتمتع بنفوذ كبير داخلها وستؤدي إلى دق طبول الحرب في المنطقة تقول الصحيفة أن المتظاهرين في العراق ولبنان لا يتظاهرون فقط ضد البطالة وقلة الخدمات ولكنهم يريدون وضع حد للنظام الطائفي والديني لا تزال دماء الشعب اليمني تنزف والأرض اليمنية تبكي هذه إحدى فقرات مقال كتبه السفير الصيني لدى اليمن كانجيون بمناسبة لقدوم عام جديد ورغم أنه أراد توجيه التهنئة لليمنيين بعام جديد فقد اتجه نحو شرح مأساتهم وقال السفير في جزء من المقال لقد مثل العام 2019 بالنسبة إلى الشعب اليمني مزيجاً من الأمل وخيبة الأمل حيث تبددت آمال اليمنيين بتحقيق السلام في بلدهم الذي عانى من ويلات الحرب ومع إطلالة العام الجديد نجدد رقوفنا مع الشعب اليمني وتطلعنا إلى تنفيذ اتفاق ستوكولم بشكل سلس لكي تستعيد عروس البحر الأحمر الحديدة جمالها ويعود لعاصمة الثقافة اليمنية تعز مجدها ولكي يجتمع شمل 1500 أسرة يمنية مجدداً يؤسفنا أن الوقت يمضي من دون أن ينفذ الاتفاق فيما لا تزال الحديدة وتعز تعانيان من حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة ولا يزال الكثير من الآباء والأمهات ينتظرون عودة أبنائهم وفي الوقت الذي تستمر فيه آثار الحرب والمجاعة والمرض كحالة دائمة لا تزال دماء الشعب اليمني تنزف والأرض اليمنية تبكي يحدون الأمل أن يكون العام الجديد فاتحة خير لليمنيين وأن يحمل معه بشائر الأمل للشعب اليمني بعد عام حافل بخيبات الأمل بفضل ما شاهدناه من مؤشرات إيجابية جاءت في نهاية السنة المنصرمة ومن ذلك التوقيع على اتفاق الرياض الأمر الذي نعتبره بارقة أمل لتهديئة الوضع في الجنوب وفتح الآفاق أمام إيجاد تسوية شاملة في اليمن نعتقد أن كل الأصدقاء اليمنيين بغض النظر عن تواجدهم في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب وانتمائهم لأي حزب يؤمنون بعدم جد واستمرار القتال والعداء والحقد بينهم حيث تقول الحكمة الصينية القديمة الأخوة تبقى بعد ألف مصيبة والكرهية تذوب في الابتسام لذلك نثق بأن الأشقاء اليمنيين سيتوصلون إلى تفاهم حقيقي وحل للخلافات البينية الأمر الذي سينهي الحرب سريعا ويجعل الشعب يعيش حياة طبيعية نهر التاريخ يسير إلى الأمام بلا توقف ولد الصين واليمن تبادلات وتواصلات ودية لألاف السنين ويرتبط الشعبان بصداقة متينة تعززت مع مرور الوقت وعد والدته بأنه سيتخرج من الجامعة لكنه لم يفعل وظل متذكرا للوعد وحين بلغ به العمر الكبر نفذ موعد وقد تحدثت عنه عدد من المواقع وعنوى موقع الشبيب العمني رجل في الواحدة والثمانين من العمر يحقق وعده لوالدته ويتخرج من الجامعة قال الموقع أن رجلا يبلغ من العمر واحدا وثمانين عاما حقق حلم والدته باستكمال دراسته والتخرج من الجامعة فبعد سنوات من تركه لدراسته للتفرغ للعمل وبناء أسرة قرر الرجل الحصول على البكالوريوس وأضاف الموقع نجح الرجل وقد أصبح لديه ثمانية أحفاد وتخرج من الجامعة وصطع أخيرا الحصول على درجة البكالوريوس في الدراسات العامة وكان باندي قد التحق بعدة جامعات بعد انتهائه من الدراسة لكنه قرر بالنهاية عدم استكمال دراسته من أجل العمل والزواج وإنشاء أسرة ولأنه أعطى والدته قبل وفاتها عام 2003 وعدا بإكمال دراسته قرر الالتحاق بالجامعة من جديد صحيفة الجارديان البريطانية تنشر عددا من الصور المتنوعة التي تغطي أحداث من مختلف العالم نتابع ترجمة نانسي قنقر في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتور والتي تعبر عن قضايا عديدة نتابع ترجمة نانسي قنقر في هذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر